لنفرض أن لدينا كتاب هنا وهذا هو الكتاب سأكتب بالأسفل كتاب بوك نرسم الكتاب كاملا إذن هذا هو الكتاب كاملا وهنا بالأعلى يوجد مرآة هذه هي المرآة ونحن ننظر للمرآة من هذا الجانب حسنا هنا المرآة أحاول أن أجد نقطة في الكتاب ونحن نعلم أن هناك ضوءا ساقطا على الكتاب يمكننا أن نفرض أن الكتاب سيعكس الضوء بشكل غير منتظم مثل ما أتفعل كل الكتب إذن أي نقطة على الكتاب يمكن اختيار أي نقطة على هذا الكتاب وسترسل الضوء على شكل حزم ضوئية سأختار شعاعين للضوء التي أرسلت من هذه النقطة سيكون هناك أكثر من إثنتين وهذا سيساعدنا لفهم ذلك إذن لاختار شعاع واحد يسير هكذا ويصطدم بالمرآة ستكون زاوية السكوت تساوي زاوية الإنعكاس سوف تنعكس مقابلة بنفس الزاوية هكذا لنختار شعاع آخر والذي سيخارج الكتر من نفس النقطة هكذا 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 واستكون زاوية السكوت له أكبر إذن ستكون زاوية الإنعكاس هكذا الآن لنفكر ما سيلاحظه شخص عينيه هنا لنقول أن هناك شخص ينظر إلى ذلك من هذه الجهة هذا هو الشخص ينظر من هذه الجهة إذن لنفكر ماذا يمكن للشخص يقف هنا أن يرى إذن هذا هو الشخص هنا العينين كل هذا في الواقع هو محكاة لما يحدث في دماغنا الآن هذا الشخص يرشع عين من الضوء المتبينة عند النقطة المشتركة إذا نظر بشكل مستقيم إلى الكتاب لنقوم بأمثلة أخرى مثلا شخص ينظر لأي شيء لنفرض برتقالة موجودة هنا فقط تجاهل كل شيء في الجهة اليسرى انظر للبرتقالة لا يوجد مرآة لا شيء لا يوجد إنعكاس أو أي شيء آخر إذا نظرنا للنقطة معينة على البرتقالة فينضع عند هذه النقطة سينحرف كتريا للخارج وإذا كانت أعيننا هنا فإن الدماغ سيقول هناك أشعة ضوء تنحرف عن النقطة معينة وسنرى هذه النقطة سترين هذه النقطة على البرتقالة النفس الشيء سيحدث هنا بالرغم أن هذين الشععين لن ينحرف عند نقطة معينة فإن دماغنا سيخبرنا ذلك فشععين سيخرجان من هذه النقطة هنا الدماغ فقط سوف يستنتج هذه الخطوط بشكل عكسي وسيأخذ هذا الشعع الأخضر ويفترض أنه جاء من هذه النقطة ويفترض أن الشعع الأرجواني جاء من هذه النقطة هنا حتى هنا أعينك ترى فقط هذين الشععين ويفترض أن هذين الشععين سيتلاقيها عند هذه النقطة حتى في واقع هذا الشخص أو واقعي نعتقد أن هذه البرتقالة هناك وبالمثل أرى هذين الشععين ينحرفان عند نقطة مشتركة وسأستنتج حتى أفهم أو دماغي سيفكر أين هذه النقطة في فضاء ثلاثي الأبعاد إذن هذين الشععين كأنهما يأتيان من النقطة في الخلف هنا الآن الحقيقة هي أن الشععين ليس في الخلف هنا لا يوجد شيء خلف المرآة لكن للمشاهد أو المراقب سيبدو كما لو أن الضوء ينبعث من خلف المرآة إذن ماذا يرى هذا الشخص هنا في الحقيقة؟ ويمكن أن يكون هذا ليس غريب على تجربة أحد جميعنا ننظر في المرايا وتذكر هذا هو الجانب الأيمان من الكتاب هذا هو الجانب الذي يحوي الجزء بي المقلوبة إذن هذا الجانب يحوي الجزء بي وسيبدو هكذا إذن ما يرى المشاهد هنا هو صورة مقلوبة هذا ما يطلق عليه الناس صورة المرآة لقد قلبت اليمين واليسار وتستطيع تفكير لما حدث هذا سأرسم شعاع آخر هنا لتوضيحه هذا الشعاع يأتي بهذا الشكل الآن سينعكس وسيعود بهذا الشكل وبالنسبة للمراقب هنا لقد جاء شعاع من هذه النقطة هناك إذن هو يرى نسخة مقلوبة من الكتاب هناك سبب لقيامي بذلك أردت فقط أن تشعر بارتياح من كل هذه الخطوة المنعكسة وكل ذلك ولكن الأهم لجعلك أكثر رتياحاً لفكرة الصورة الافتراضية أو التخيلية هذه هنا هي صورة الافتراضية سنقرنها بالصورة الأصلية في الفيديو التالي إلى درجة ما صورة الافتراضية حدثية أكثر لأن لدينا خبرة كبيرة معها عند تفكير بالمرايا أو السطوح المنعكسة إذن هذه صورة افتراضية ونسميها صورة افتراضية لأنه في الحقيقة الكتاب ليس هناك إنه تخيلي أو افتراضي لا يوجد فراغ في زيائي للصورة أدماغتنا تستخدم فقط الضوء الساقط على الأشياء وتخلق المثال في داخل الأدماغ حيث يفترض أنه الكتاب موجود هناك وبالرغم أن مصدر الضوء هنا الآن سأرسم صورة أخرى هنا في العادة لا يوجد رسم يعطيك هذا نوع من المنظر لكن لإعطائك فكرة عن الشيء نفسه وعن ما سنفعله مستقبلا عندما ندرس المرايا والعدسات كما نتصور لنفرض أن هذه الأرض هذه الأرض هذه مرأة موجودة هنا وهنا يمكن القول أن هذا الشخص يقف أمام المرأة هنا شخص يقف أمام المرأة في العادة سأرسم شخص كأنه سهم لنفرض أنه لدينا سهم في وسط المرأة حتى تعتاد على هذا التدوين هذا سهم فيزيائي وليس شعاع الآن لنفكر فيما هي الصورة لهذا السهم لنقول أن السهم له عين لذا هو عمليا شخص السهم لديه عين ماذا يمكن للسهم أن يرى نفرض نقطة عشوائية على هذا السهم إذن سأختار أي نقطة على هذا الجسم لأن كل نقطة ستعكس الضوء بشكل منتشر لذا سأخذ نقطة واحدة تخرج من الجسم للمرأة شعاع ضوئي واحد يسير بشكل مباشر نحو المرأة موازي للأرض وسوف ينعكس بشكل مستقيم ومن ثم يعود للمصدر يمكن أن تكون هذه عين السهم إذا افترضته الشخص لنأخذ شعاع آخر من هذه النقطة قد يخرج بهذا الشكل وستكون زاوية السكوت تساوي زاوية الانعكاس لذا سيعود بهذا الشكل ممكن أن يكون كل هذا عين ويمكن أن يسهل هذا الأمور لنفرض أنها قريبة للمرأة كل هذه عين هذه العين ماذا سترى العين الآن؟ حسنا يبدو أن هذا شعاع كما لو كان قادم من الخلف هنا هنا حيث يتلاقش عين إذن العين سترى هذه النقطة إذن عمليا سوف ترى العين نفسها وبشكل عام هذا النوع من الرسم يستخدم لتفكير ما هي أصورة الحقيقية أو الافتراضية من الجسم عندما ينعكس الضوء القادم من الجسم عن المرأة أو يسير من خلال نوع من العدسات سنقوم بالمزيد بالفيديوهات القادمة على أمل أن الأمور أصبحت مألوفة أكثر لك ترجمة نانسي قنقر